السلام عليكم ازاي ايكم? اخباركم ايه يا رب كونوا بألف خير? انهار احنا فيديو جديد وفيديو النهاردة طبعا كله افكار وحال برضو حلوة قوي زي ما احنا شايفين بقى البنيو بتاع الاطفال الحلو ده عشان طبعا كل الامهات اللي مفيش مسلا في الحمام بتاعها آآ بنيو كده ونفسها بقى عندها بنيو حلو زي ده فكرته حلوة جدا آآ زي ما احنا شايفين هنا برضو الترابيزة دي دي ترابيزة ودول مجموعة كراسي وبيتدمجوا مع بعض آآ يتفرضوا طبعا تبقى ترابيزة كبيرة وكمان حواليها الكراسي وفي الاخر بيتلموا شايفين بقى عاملين المربع الصغير ده كده تمام فكرة التالتة برضو اللي معانا دي عجبتني جدا 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 ان السرير بيترفع لفوق كده وبتخزيني طبعا كل حاجة فيه من تحت وشايفين في الاخر الشكل النهائي بتاعه بقى عامل ازاي ولا كاني في اي حاجة خالص احسن كمان ما بترفعي الفيديو وتنزلي الميراتب بكده لأ هو معاه الحامل بتاعه من وراء تمام هنا برضو معانا مشوية حاجات كده حلوة برضو دي زي مقشار او حاجة زي كده وهنا برضو الفكرة دي برضو ان انت هنا بتشيل الحوامل بتاعة الترابيزات وتخليلها عجل يعني او بتثبتيها شايفين دي بتتخليلها عجل وكمان العجل ده بيزدد هنا برضو آآ ده كده المية اللي احنا كبناها دي للوقتي هتروح بقى في الصرف شايفين ده كده عامل ازاي والمية هتجري لوحدها كمان بس طبعا الحاجات دي برضو بقى ها طبعا مقياس معين يعني في حسب مكات هي معمولة في البداية طبعا يعني بتاع البلاط هو بيروح بقى طبعا مع مقياس معين كده عشان يعرف تقيسي النسبة اللي تخلي المية تجري في المساحة دي كده بس الوحيدة ما تفضلش وقفة الرجزة في مكان معين بمعنى اصح هنا برضو دي ازازة مية بقى وكمان كل مكان مع المكان تحط فيه برشام خاص بك وكده وهي هنا كوباية المية هاي بتاعتها وتشرب بتاعتها بتاعتك هنا برضو ده بقى كده بيشال وبتلزق عشان تحطيه اهو ده بيستيكر اهو بيشال وبتلزق مثلا على فوضة عندك على كوباية اي حاجة وتقدر تعمل منها اشكال طبعا كتير فكرتها حلوة برضو سريعة كده وبتدي دي كور حلوة اكيد طبعا طبعا ما تنسوش اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكو كل جديد هنا برضو الفكرة دي حلوة او جناس كتير اوه سألتني برضو عن تطبيق البطاطين واللحاف والفوط وكده دي فكرة بقى لتطبيق اللحاف شايفين ما شاء الله اللحاف او البطانية مش تحس ان هو ياخد معاك مساحة ابدا شايفين فكرته حلوة جدا الفكرة اللي بعد كده بقى دي هنا كده مسلا لو هتعمل اهدية اه افكار للسبوع العلب السبوع افكار مسلا لاعياد الميلاد الحاجات دي كلها دي كوباية عادية هاي وقفلناها كده بالشكل ده وحط عليها ستيكر من فوق طبعا هتكتبها مسلا عليها عيد سعيد اه حسب بقى المناسبة اللي عندك وكمان بقى شكل الجتار الحلو ده اسم ده اطعق او مبشرة طبعا معاها اشكال كتير شايفين برضو شكله حلو او شيك وكمان اه حجمه حلو هنا برضو دي طبعا بقى من الافكار بتاعة المطابخ وبكده الفكرة دي حلوة جدا الجزء الرفيع ده رفيع جدا بس طبعا شايفين حاجات كتير وبردو الدرجين دول في المطابق حلوين جدا بياخدوا معاك حلال طبعا وبيسافوا معاك في حاجات كتير جدا في المطابق يعني الرفين دول ما شاء الله حلوين اوي شايفين اخدين حلال ايه مساحتهم حلوة وكمان شايلين حاجات كتير اوي برضو دي شكل مطابقية كلا بترفع لفوق شكلها حلو برضو كمان عملية طبعا في الاستخدام دي برضو بقى كده حاجات بتعمل بيها ديكور يعني مسلا علبة زي برينجلز والحاجات دي بتاعت الشيبسي او علبة فول مسلا قديمة عندك علبة تون حاجات من دي كده بقى بيعملوا بيها اشكال زي ما احنا شايفين كده دي كوراة بقى وحاجات من دي بس شكلها حلوة اوي الصراحة طبعا هنكمل الفيديو مع بعض ولسه في افكار تانية هتعجبكو جدا 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 الفيديو المرا دي فيه كمية افكار فضيعة بجد عجبتني جدا يعني لو بقولك انا كباهير انبهارت هو ده فعلا بجد وطبعا ما تنسوش اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد واهم حاجة اللايك عشان اللايك اللايك هو يا جماعة اللي بيكبر الفيديو يعني دلوقتي مسلا لو الفيديو مجرب ما تنزلي ويحط لك يعني يجمع لك شوية لايكات حلوين ده بيخلي الفيديو يشاف اكتر اه الطبعا الافكار اللي هتيجي بعد كده هتقولتلكو عليها هتعجبكو جدا شايفين مسلا دي ازازة مية وعملوا منها كأنها كلدير مية وده كمان برضو اللي هي العليقة شايفين برضو المقصات بتاعت الموس دي عجبني اوي المقصة ده اسم بتاع الخضار والفاكهة وكل حاجة اهو قطع منه برضو ده بقى كده كهاز بتاع الفشور عجبني اوي الجهاز صغير ومقطع بس حلوي جدا يعني عدا بقى المكبر بتاع شاشة الموبايل على فكرة يا جماعة موجود دلوقتي كمان جدا في المحلات بقى منتشر معاتش يعني اسمه مش موجود ولا كده بالعكس موجود ومنتشر جدا كمان دي بقى عشان تحمر فيها الحاجة وتشلي الحاجة بالزيت يعي تصفيها فيها فكرتها حلوة جدا برضو دول طبعا بقى بتحطو في الحمام في العلحوض زي ما انتو شايفين كده بقى اللي عجبني بقى الغسالة الصغيرة دي بجد فكرتها حلوة جدا 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 هي في نفس الحاجمة ده كده الغسالة هدوم ودي غسالة للكوتشيات مخصوص بفرش كده شايفين خالة الكوتشي كأن الجابة من المصنع يعني بجد حلوة قوي عجبتني جدا ودي كده عامة زي ما كنت ربيزة كرسي صغيرة وفي نفس الوقت شايفين حجمها صغير جدا كأنها شنطة بقى فكرتها حلوة جدا برضو دي بقى اللباة بتضغطي منها الهواء على فكرة بتاع دي برضو كمان دلوقتي موجودة في المحلات محلات البلاستيكات بقت موجودة فيها وسهلة جدا يعني يعني مش مش صعبة ومش موجودة بالعكس المتوفرة برضو ده ما شاء الله شكل كده شاحم بقى حاجات كده بقى ايه؟ يعني حلوة ايه ودي برضو زي المكنسة الكهربائية بس بتلم كل حاجة على الارض ويدوية من غير كهرباء اللي عجبني برضو بقى اللي يتلزق على البلاط دي حلوة جدا بجد غيرتي مسلا دي كورو القودة كلها وبلاط القودة كلها وكمان عزل الحرارة يعني اللي هو بيستحمل يعني مفيش حاجة بتأثر فيه وكده كأنه السيراميك بتاعك العادي شايفين برضو الفكرة الحلوة دي بقى يا جماعة بقى في التنظيف عجبتني جدا برضو دي طبعا الفرشة بقى موجودة دلوقتي على طول بس الفرشة فكرتها حلوة جدا برضو انا شفتها طبعا كتير في فيديوهات وشفتها كتير برضو ومنتشرة كمان في المحلات معادش في حاجة من الكلام ده اسمها صعبة دي بقى مكعبات الترجمة تعمل منها كلها بقى شايفينها تعملها ازاي وتحطيها في الفريزر معاك وتطلع معاك الاشكال اهاي هنا بقى دي عشان اكد اللي يدوم اللي على الحبل اهو دي بقى لملاية السرير يعني شايفين بقى عمل ملاية السرير ازاي ده بقى لانا استغربته جدا ده زي ما يقول حامل الازاز بس انا استغربت فكرته جدا يعني حستها غريبة جدا ده كده زي ما يكون صابون بس صابون يعني تحسه ورقي شوية كده دي طبعا كوبايات الميا موجودة طبعا برضو متوفرة ومستعبة يعني دي بقى المصفى المصفى دي برضو موجودة دلوقتي في المحلات وحلوة جدا برضو وعملية اوه في الاستخدام طبعا وكمان يعني بتاخدش معاك تحطي بقى تصف فيها الكوبايات وصف فيها الاكل البوائي الاكل تصف فيها كل حاجة حلوة وطبعا خليط النحل برضو بتاعت الشربات والطرح والكلام ده متوفرة برضو جدا وعملية جدا طبعا ده كده طبعا اللي هو بتحط في الحمام او في المنبخ جنبك بتعلق فيه طبعا الحاجات دي الفرش المعجون الكلام ده كله يعني ده مثلا كزا زي ما احنا شايفين لسا كاكين والسطور والكلام ده حلوة قوي برضو ده عشان حامل المناديل وكمان تقدر تحطي فيه الموبايل الرموت الكلام ده كله بتاعك اللي خاص بيجي دي كده بتيرس الحاجة بقى زي هالراسة او حاجة زي كده برضو شايفين وبتديك العصير والخلاصة بتاعتها يعني دي برضو الفكرة دي عجبتني طبعا وهتاجب كل البنات بقى بنعنى اصح دي عاملة زي اللي هي بتاعت البودر وكده بس حلوة قوي يعني تجد طبعا اكيد دي غير الموجودة عندنا هنا بالله واعلم جهز تكون برضو اتمنتشرة يعني وكده بس فكرتها حلوة دي بقى اسمها حاجة بتاقة اسمها اللي قدام بتاعت القبر حلوة برضو موجودة على فكرة ودي برضو المصفى اللي بتحطيها مع الشربة وكده آآ موجودة برضو انا شفتها وكده موجودة ليمندل في المحلات ومش اقصى حاجة يعني عامل كيت عاملة حوالي عشرة جنيه يعني مش غالية ولا كده ايوا بدي الحاجات اللي عجبتني بقى اللي هو اللحبال دي اللحبال دي ناس كتير قوي جابتها برضو بتشكر فيها انا عن نفس اسا مجربتهاش بس نفس الصراحة اجربها ان شاء الله ده برضو الحامل بتاع الاحزية عشان بتحطي كل فردة مع فردتها وحلو جدا طبعا بيسعف معاكي في المكان وبياخدش اماكن كتير وكده شايفين برضو المنشر ده حلو قوي عشان طبعا اللي هو بتتكرمش وتطلع معاكي مستوية وكده دي اللي انا فهمتوا منه كده ان هو هنا بيقشر كده الوقت البرتغان دي كزا مقشرة بالزبط وشايفين طبعات البرتغانة وعنا بالشكل اللي عاملة ازاي طبعا دي برضو اضواء كده وانوار حلوة قوي برضو ودي برضو اللي هي الاناسة بقى تطلعها بالشكل الحلو ده دي برضو عشان طبعا صابعنا باو احنا بنقطع البصل الخياري احنا بنقطع البصل الخياري